لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها صفحة 144 الحديث الثالث وهو حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث حذيفة بن اليمان وحذيفة بن اليمان من خواص رسول الله ومن خواص سيد الأوصية أمير المؤمنين هكذا يقول إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل من الإبطال إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسد بغيا ظلما هذه الحكاية مستمرة على طول طول زمان غيبة إمام زماننا على طول زمان غيبة إمام زماننا وإلى يومنا هذا قطعا القتل على أنواع القتل قد يكون بسفك الدم يسفك دمه ويسفح فيقتل لماذا؟ لأنهم لا يريدون لثقافة أهل البيت أن تصل إلى الناس لماذا يقتلونهم؟ لماذا يقطعون رؤوسهم؟ لماذا يسفحون دماءهم؟ لماذا؟ لماذا تهدر حياتهم؟ هل هناك من منفعة في هدري حياتي رواة حديث أهل البيت ينتفعون منها؟ على مستوى مادي على مستوى معنوي ليس هناك من هدف الهدف واحد هدف واحد واضح لا يريدون لحديث أهل البيت أن يصل إلى الناس لا يريدون لثقافة العترة أن تصل إلى الناس لا يريدون لرواة الحديث أن يفعل بيعة الغدير فيما بين هذه الأمة بيعة الغدير توجهنا إلى أن نتمسك بالقرآن وأن نتدبر فيه بشرط أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نتمسك بالعترة وحديثها بشرط أن نأخذ قواعد الفهم من علي وآل علي فقط هذا علي يفهمكم بعدي هذا أحد بنود بنود بيعة الغدير التي بايعنا عليها فإذا الغاية أن لا تصل ثقافة أهل البيت إلى الناس فكيف سيقتل الرواد مرة بقطع رؤوسهم وأخرى بحبسهم وسجنهم وأخرى بوضع العوائق أمامهم وأخرى بقطع أرزاقهم بحيث أن حياتهم ستصبح مشلولة فلا يستطيعون أن يتحركوا بشكل صحيح وأخرى بتشويه سمعتهم وتحريف كلامهم وتهييج الناس عليهم وأخرى بمنع الناس وتشكيك الناس فيهم بمنع الناس أن يستمع إلى حديثهم لأن الهدف هو منع وصول حديث أهل البيت إلى الناس فهذه العملية جارية على الأقل بالنسبة لي ولا أريد أن أقنعكم بما أنا مقتنع به إنني منذ أكثر من أربعين سنة أنا أنشر حديث أهل البيت لقد لقيت ما لقيت في هذا الطريق وإلى هذه اللحظة صدقوني لا نشرت فكرا ماركسية ولا نشرت فكرا وجوديا ولا تحدثت عن أي فلسفة من هذه الفلسفات التي أنا مطلع على تفاصيلها ما حدثت الناس بحديث في هذا المجال ولا دعوتهم إلى فكر باطني يحارب الفكر الظاهر منذ أن تحدثت في أول حديث لي وإلى الآن وأنا أقول من أن الدين ظاهر وباطن مثل ما يقول محمد وآل محمد لأنني مؤمن بظاهرهم وباطنهم ولا حدثت الناس بحديث النواصب ولا 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 إنني ما نقلت إلا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ربما أخطأت في مكان أو في أمكنة اشتبهت تلك هي الأخطاء البشرية العادية والاشتباهات البشرية في النقل لكن المنهج والمسار هو هذا وأحاديثي ومحاضراتي ومجالسي ودروسي منذ الثمانينات يتوفر الكثير منها على الشبكة العنكبوتية يمكنكم أن تتفحصوا ذلك بأنفسكم وأن تتأكدوا من صحة ما أقول والله لقد حاربوني في جميع الاتجاهات وإلى هذه اللحظة جريمتي الوحيدة نشر حديث أهل البيت فأنا راويحت من رواة حديثهم لا يستطيع أحد في الوسط الشيعي ممن يعرفون أهل العلم وممن يعرفون الجو العلمية الدينية الشيعية أن ينكر ذلك علي فأنا راوية من رواة حديثهم لكنني أقول لكم ما أنا بحجة على أحد حتى لا تتصور أنني أشير إلى التوقيع الشريف من أن رواة الحديث حجة عن صاحب الأمر أنا راوية للحديث إذا كنت حجة فأنا حجة على نفسي لأنني محجوج بعلمي لست حجة على أي أحد حتى أسرتي لست حجة على أسرة الصغيرة أنا حجة على نفسي محجوج بعلمي ولا أقول غير ذلك لكن بالنتيجة فأنا راوية من رواة الحديث لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك علي إنني أتحدث في أجوائنا الحوزوية في أجوائنا العلمية في أجوائنا الشعية في أجواء النجف وكربلاء في أجواء قم لا يستطيع أحد منهم أن ينكر ذلك عليه لقد واجهت ما واجهت وإلى هذه اللحظة ولن ولن يتغير ذلك إلى آخر لحظة من حياتي هذا هو الذي أنا أعرفه وهذا هو الذي عشت معه طيلة حياتي إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته بسفك دمهم بقتل سمعتهم بقطع أرزاقهم بوضع العوائق والحواجز أمامهم بإبعاد الناس عنهم بإثارة الناس ضدهم الهدف أن لا تصل ثقافة أهل البيت إلى الناس وفي واقعنا الشيعي أن لا تصل ثقافة أهل البيت إلى شيعة المراجع فمراجع النجف وكربلاء يخافون أن تصل أحاديث رواة الحديث لا أتحدث عن هذه المجموعات الجاهلة الغبية التي تسمي نفسها بروات الحديث أنا لا أتحدث عن هؤلاء أنا أتحدث عن رواة الحديث الذين تنطبق عليهم مواصفات رواة الحديث بحسب ثقافة العترة الطاهرة مثلما وضعوا لنا القواعد والقوانين أعرفوا منازل الرجال عندنا أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على أي أساس أعرفوا منازلهم بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وإحسان الرواية حفظها بشكل صحيح إلقاؤها بشكل صحيح معرفة مضمونها بشكل صحيح وهذا يقتضي أن نعرف قواعد التفهيم من خلال الاطلاع الواسع والتفصيلي على حديثهم وبالدرجة الأولى على قرآنهم المفسر بتفسيرهم ذلك التفسير الذي يستند إلى معرفة قراءتهم للقرآن فأهل البيت عندهم قراءة للقرآن تختلف عن قراءة المصاحف التي يعرفها الناس صحيح نحن ملزمون بحسب تعاليم العترة أن نقرأ القرآن وفقا لما يقرأه الناس في المصاحف لكن في التفسير لا يجوز لنا أن نفسر القرآن بحسب قراءة الناس بحسب قراءة المصاحف في التفسير يجب علينا بحسب بيعة الغذير أن نفسر القرآن بحسب بقراءتهم فلا بد أن نكون عارفين بقراءتهم بشكل دقيق وأن نكون مطلعين على قواعد تفسيرهم وأن نكون على إلمام بمنهج تفسيرهم لأننا نحتاج ذلك في أي شيء حينما نشك في حديث فإننا ملزمون بعرضه على الكتاب المفسر بتفسيرهم لا بتفسير النواصبي لا بتفسير نواصبي سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصبي سقيفة بني نجاف إنني أتحدث عن رواة حديث بهذا المستوى بهذه المواصفات لا هذه المجموعات الجاهلة الغبية الذين يطلقون على أنفسهم هذا الوصف وهذه التسمية رواة الحديث هم البلغاء الفصحاء لو لم يكونوا من البلغاء الفصحاء كيف نقلوا لنا بلاغة أهل البيت وفصاحة أهل البيت كيف نقلوها لنا لو لم يكونوا بهذا المستوى العالي وكيف فهموا الأحاديث لو لم يكونوا على بلاغة عالية وفصاحة عالية ما نحن نقرأ في أحاديثهم وفي رواياتهم على سبيل المثال أقرأ لكم ما جاء في غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه صفحة 29 عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا وفهمهم مننا على قدر روايتهم عننا وفهمهم مننا هؤلاء هم المأمونون فآل محمد لا يعطون معارفهم ولا يعطون علومهم للخائنين الخائنون الذين يعادون هؤلاء المأمونين هذه قواعد فكر آل محمد وصية إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في طامورة السجن وخرجت الوصية من طامورة سجنه وحبسه إلى علي ابن سويد السائي فماذا جاء في الرسالة لا تأخذ أن معالم دينك معالم الدين العقيدة أولا وبعد ذلك تأتي التفاصيل الأخرى لا تأخذ أن معالم دينك عن غير شيعتنا عن غير شيعتنا من شيعتنا الجهال من شيعتنا الأغبياء أم من رواة الحديث الذين يوصفون بهذه المواصفات لا تأخذ أن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين ماذا يعني ذلك يعني أن شيعتنا الذين ألهمناهم وعلمناهم وفهمناهم حديثنا ورواياتنا هؤلاء هم المأمونون فآل محمد لا يخزنون علومهم ومعارفهم عند الخوانة الذين يحاربون هؤلاء هم الخوانة هم الكذابون هذه هي الحقيقة الواضحة عبر التأريخ وإلى يومنا هذا وهذه قواعد وقوانين ثقافة أهل البيت أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا وفهمهم منا فراوية حديث أهل البيت الذي تنطبق عليه هذه المواصفات لا يؤخذ تقييمه من الخوانة الكذابين الجهال الذين لا يفقهون شيئا من حديث أهل البيت هؤلاء هم المأمونون مثلما وصف إمامنا الرضا زكريا بن آدم من أنه المأمون على الدين والدنيا ومثلما قال إمامنا الكاظم لابن سويد السائي لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم تعديت هؤلاء المأمونين أخذت دينك عن الخائنين فآل محمد لا يخزنون علومهم وثقافتهم عند الخونة ولذا فإن الخونة ونحن نراهم بأعيننا هم أجهل الناس بحديث العترة وبفقه العترة إن كانوا من المراجع وخاصة الشيعة أم كانوا من عامة الشيعة إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسداً وحق الحسين هذه المعاني بغض النظر تصدقون كلامي أو لا تصدقون كلامي إنني أعايشها منذ أكثر من أربعين سنة وإلى هذه اللحظة ما بقي قريب ولا بعيد إلا وصدر منه شيء من هذا المضمون باتجاهي وجريمتي حديث العثرة الطاهرة لقد لاقيت ما لاقيت في هذا الطريق من القريبين قبل البعيدين وأتحدث عن القريبين بكل معنى هذه الكلمة لأن لها مراتب لها مصاديق ولا أريد أن أدخل في التفاصيل فليس الحديث عني إنما أردت أن أقول لكم من أن رواة الحديث يقصدون بالقتل لأنهم ينقلون حديثا عن قائم آل محمد ولا قيمة لهم إذا أردنا أن نقايسهم بقائم آل محمد فما بالكم بقائم آل محمد كيف لا يكون هناك سعي لقتله في زماننا هذا أو في الأزمنة القادمة تذكروا هذه الكلمات إن علمنا أهل البيت سينكروا ويبطلوا وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا تقتل رواته بسفك دمهم أو بإهدار سمعتهم على السنة القاصي والدهني افتراءات وأكاذيب واتهامات وقولوا ما تشاءون لا أتحدث عن نفسي فقط وإنما هذا هو التأريخ المحدث الاسترابادي محمد أمين الاسترابادي حينما حاول أن يغير اتجاه البوصلة عند الشيعة من الاتجاه الناصبي الطوسي إلى حديث أهل البيت بدرجة من الدرجات وكان اهتمامه في مسألة الأحكام والفتاوى ما نجح في ذلك للمعوقات التي وضعت في طريقه وقالوا ما قالوا عنه وهو مذموم إلى يومنا هذا وحينما حاول الميرزا محمد الأخبار أن يغير اتجاه البوصلة أيضا فعلوا ما فعلوا به إلى أن قتله المرجع الأعلى في النجاف شيخ موسى الكاشف الغطاء قتله بفتاوى وحكايته مفصلة تحدثت عنها في برامج السابقة قتلوه قتله أهل الكاظمية استنادا إلى فتوى المرجع الأعلى في النجاف والمرجع الأعلى شيخ موسى الكاشف الغطاء جاء بنفسه إلى الكاظمية حكاية مفصلة وجريمة بشعة مع أن الميرزا الأخباري لم يكن قد نجح أيضا إلا بحدود جزئية لكنهم قضوا على ذلك النجاح حتى قبره بعد ذلك أعفوا أثر كان له قبر في بعض خرائب الكاظمية فمراجع النجف الذين جاءوا بعد موسى الكاشف الغطاء سعوا في إعفاء قبره وعملية قتله كان جريمة بشعة جدا هجموا على داره قتلوه قتلوا ولده واستباح حرمة عائلته وقتلوا أضيافه جريمة بشعة ثم حملوا رأسه وراحوا يطوفون برأسه في الصحن الكاظمي وأقيمت الاحتفالات المرجع الأعلى تزوج بنت مرجع الكاظمية تزوج بنت سيد عبد الله شبر وأقاموا له الاحتفالات مباشرة في اليوم الثاني بعد أن قتلوا الميرزا الأخباري وخيط في نعال الميرزا الأخباري خيط في نعال الميرزا الأخباري هو أفضل من شيخ موسى كاشف الغطاء وبقية المراجع الذين كانوا معه من مراجع كربلا ومن مراجع الكاظمية الذين اجتمعت كلمتهم على قتل هذا الرجل الذي كان يدعو الشيعة إلى التمسك بحديث أهل البيت وما كانت محاولته عامة شاملة أكثر حديثه كان أيضا في اتجاه الفتاوى والأحكام وحتى الشيخ الإحسائي حاولوا قتله مع أن محاولته لم تكن ناجحة إلى ذلك الحد فقد بقي على منهجهم الطوسي الناصبي الفقه الشافعي المعتزلي بقي على نفس المنهج ولزال الإحسائيون من أتباع الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي على هذا المنهج هو غير اتجاه البوصلة في الجانب العقائدي مع اشتباهات في هذا الأمر خصوصا فيما يرتبط بالصديقة الكبرى ومطالب أخرى لكنه استطاع أن يغير شيئا من اتجاه البوصلة العقائدية ومع ذلك سعوا إلى قتله فخرج فارا من العراق وكان شيخا كبيرا هرما وكان مريضا لكن مراجع النجف وكربلاء اتفقوا مع الوالي العثماني في بغداد على قتله وصلت إليه الأخبار خرج فارا إلى الحجاز وتوفي في المدينة بعد وصوله بمدة قليلة توفي في المدينة في المدينة المنورة أقصد أن الذين حاولوا أن يغيروا اتجاه البوصلة الشيعية بعيدا عن المنهج الطوسي الناصبي الشافعي المعتزلي الذي لا زال مسيطرا إلى اليوم لا نجحوا وتم القضاء عليهم وأنا أعترف من أنني منذ أكثر من أربعين سنة أحاول أن أغير اتجاه البوصلة هذه لكنني فشلت ما نجحت وإلى هذه اللحظة ولا أعتقد أنني سأنجح في ذلك الحكاية هي الحكاية والبرنامج هو البرنامج إنهم نصبوا أنفسهم أئمة والشيعة صنمتهم وانتهينا وهذا البرنامج يطبقونه على رواة حديث أهل البيت وإذا ما خرج إمام زماننا سيطبقون برنامج القتل عليه أيضا الروايات تحدثنا عن هذا وقد فصلت القول في هذا الموضوع في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر